لا رصص في الأجواء العراقية النيران الأمريكية والأجنبية في بيت أسلحتها بينما التوتر الشعبي نتيجة المطالبة الملحة بانسحاب القوات الأجنبية مستمر ولا رجوع عنه موجة المطالبة المحمومة بإخراج القوات الأجنبية من العراق على خلفية تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني المشتعل منذ أشهر عبر خطوات كثيرة تشبه رقعة شترنج واللعب عليها لعبة كثرة لاعبوها بسبب أداء طبقة السياسية الرثة إلا أن الخاسر في الرقعة هو العراق وبين نفي وإثبات تستمر القوات الأجنبية كما هي في قواعدها العسكرية في العراق أما الحديث المتداول عن انسحاب أو تقديم دول من قيادة العمليات المشتركة الانسحاب من البلاد ما هو إلا محض شائعات نفتها الحكومة العراقية في الأثناء تعلن الإدارة الأمريكية أن قواتها باقية ولا حديث عن الانسحاب في الوقت الحالي التخبط في المعلومات ما رده ضبابية الساحة السياسية والأمنية بينما يتباكى المتفرجون على سيادة العراق التي تعرضت لانتهاكات متعددة من طرفي الصراع وبين ندم يرى عراقيون أنه سيكون سيد الموقف إذا غادرت القوات الأجنبية العراق خوفا من عودة الإرهاب وبين احتلال من الدول المتناحرة على خيرات العراق يريد الشعب له أن ينتهي كما أحزاب سياسية تكرر مطلبها في كل جولة تحاول الضغط باتجاه خروج القوات الأجنبية من البلاد